جدل مستمر في الولايات المتحدة منذ تصويت الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب الأغلبية في عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية في العراق فما مدى دستورية تشريعات الكونغرس في قرارات شن الحروب اتخذ الكونغرس إجراءا فعالا لدعم الرئيس عندما طلب استخدام القوة العسكرية لكن هذا مختلف تماما عن قضية إعلان الحرب وهو ما ينص عليه دستورنا لدور الكونغرس وهذا لم يحدث في هذه الحالة هذا التفويض صالح حتى الآن إلا أن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ يعملون على إلغائه لمنع أي رئيس أمريكي من إساءة استخدامه منح هذه الترخيص لاستخدام القوة العسكرية يعطي الكثير من السلطة التقديرية للرئيس لاستخدام تلك القوة وهذه التشريعات كتبت بشكل خاص في العام 1991 ثم تلك المتعلقة بالحرب على الإرهاب لقد كانت غير محددة للغاية ولا يوجد فيها كيفية استخدام الرئيس لهذه القوة ولذلك هم أعطوا الرئيس الكثير من الصلاحيات وعلى الرغم من أن الكونغرس يعمل على إلغاء جميع التفويضات الممنوحة للرئيس الأمريكي لشن حرب على العراق إلا أن القوات الأمريكية سيكون لديها الحق في استخدام القوة العسكرية لمحاربة تنظيمات إرهابية هناك مثل داعش والقاعدة وبعض الميليشيات الإيرانية الإرهابية بعد مرور عشرين عاما على الحرب الأمريكية على العراق يستعد الكونغرس لإلغاء جميع أذونات استخدام القوات العسكرية في الأراضي العراقية ويبقى تشريع الحرب على الإرهاب نافذا لمواجهة الكثير من التحديات الأمنية عبد الرحمن البرديسي الحرة الكونغرس